يعود تاريخ العلاقات بين مصر والبوسنة والهرسك إلى عام 1992 حيث كانت مصر من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال البوسنة والهرسك عن يغسلافيا وافتتحت مصر سفارة لها في سريفو عام 1996 هذا وقد حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ تولي الحكم في عام 2014 على تعزيز وتنمية العلاقات بين البلدين في جميع المجالات علاقات قوية وراسخة تربط مصر بالبوسنة والهرسك منذ عام 1992 والتي تكتسب أهميتها كون القاهرة كانت من أوائل الدول التي اعترفت بسريفو بعد الاستقلال عن يغسلافيا فبجانب افتتاحها لسفارة لها في البوسنة والهرسك عام 1996 ساهمت مصر من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في عملية إعادة الإعمار بأبعادها المختلفة ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل واصلت القاهرة دعمها السياسي لسراييفو على المستوى الثنائي وفي المحافل الدولية المختلفة لتؤكد قوة ومتانة العلاقات بين البلدين ومع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية حكم مصر كان هناك حرص شديد على تعزيز وتنمية العلاقات بين الدولتين في جميع المجالات الممكنة وعلى الجانب الآخر تؤكد البوسنة والهرسك اعتزازها بالدور المصري لتحقيق الاستقرار والسلام بها وتشدد على أن هذا الدور محل تقدير من الجانبين الرسمي والشعبي لقاءات مسؤول البلدين دائما ما تشهد التأكيد على أهمية الروابط بين القاهرة وسراييفو وتتناول كذلك سبول دعم تعزيزها على كافة المستويات بالإضافة للتباحث حول الكثير من القضايا محل الاهتمام المشترك وعلى رأسها تطورات القضية الفلسطينية في الفترة الأخيرة هي إذن علاقات هامة وروابط قوية تأتي انطلاقا من الأهمية التاريخية لمصر ودورها الهام على الساحة الدولية